بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة سنتمنى الحبابي يشوفوا هذا الفيديو نحيدوا العين وكيفاش نعرفوا أن العين أطراش لنا عندنا مرض شديد في الجسد دينا ولكن معرفناش واش عين ولا حسد إذن غادي نطبقوا هذا الوصفة إن شاء الله وغادي نحسوا بالراحة نحيدوا علينا العين والحسد في وقت واحد وصفة شعبية كانوا الناس يديروها الناس دين زمان لأن احنا من طراب وغادي نرجعوا للطراب والطراب هو اللي تحيد العين بعد الأحيان تنديروا الشبال حرمل ولكن بدون جدوى إذن الطراب هو رائع في طرد العين الحاقدة والحسد من صيرة دي العين والحسد والتوابع لأن بعد الأحيان تكون إنسان متبوع بشخص معين في حياة إذن الحسد مش غير على المال والجاه وإنسان حيث عنده يقدروا يحسدوك غير على الأسرة اللي كانت مكتاملة إذن ناس الحسد أو مرض العصر أو مرض اللي يقدر يحسدك إنسان ما تتعرفوش بعيد على كل بعد ولكن يشوفك رايح أو جاي يقدر أنه يصيبك بالحسد لأن الوقت الخروج ديالك أنه تكون متربس في الخرجة ديالك أو تطل من الشرفة أو أنه ديما مقابلك يقدر يصيبك بالحسد الحسد نوع أقوى من السحر الحسد تتخرج من طاقة إنسان حسود ما عنده حتى حاجة غير أنه يحسد الناس عنده خسلة سيئة لأنها تتحرق ليه قيع الحسند دياله أي حاجة عنده جوينة تتحرقها ليه هذه النفس دياله أمارة بسوء تتكون أمارة بالحسد إذن الحسد قال لك عاند وما تحسدش ولكن كان واحد نوعي لما حسدش الإنسان ما تيصيبش الراحة كان واحد نوعي لما كانش إنسان قدامه خسو يحسده خسو عنده واحد طاقة الحسد قوية في الجسد دياله عنده مرض نفسي أنه خسو يبقى يحسد ولكن أترع لك بالحسد القوي دياله إذن الحسد تدير سوقي في الحال تدير المرض تدير الاختناق تدير مشاكل في الجسد ومشي غير أنه حسدك وانتيا توقف لك الحال يقدر يصيبك بمرض شديد إذن بحل الحساسية بحل الاختناق بحل بزرد حويش تقول لي الإنسان مصاب بهذاك المرض هو مشي مرض هو حسد الناس اللي عندهم الحسد الشديد غادي نعطيهم هذه الوصفة وغادي يديروها تالي حساب العين يقدروا يديروها على حساب العين هو الحسد العين القوية المدمرة العين اللي إصابة الناس درجة أنهم وصلتهم إلى المقابر لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصى على التحصين الإنسان من العين الحاقدة كين عين الإنس وعين الجنة أحبابي الحسد القوي يؤثر على الإنسان يعطيه إشارات يعطيه إشارات دي المرض في الجسد دياله ما تعرفش أشنه داره درجة أنه تيشري الدواء أو أنه يشرب الدواء ولكن بدون جدواء إذن الحسد خسنا نتخلصه منه ناخده كأس الماء نضعه فيه ثلاث ورقات دي الأوراق السدر غادي نقرأ عليه صورة الناس سبع مرات وصورة الفلق سبع مرات صورة الكافرون سبع مرات وغادي ناخد آية الكرسي سبع مرات غادي نشرب نشرب ونفتع عليه الوقت الشرب ووقت القراءة سبع نفتع دي ما نقرأ ونفت نقرأ ونفت غادي نشرب هاد الكأس الماء ونخلي شيء قليل إنت غادي ندير هاد الصغاء غادي ندير ها من شيء ننام ونخلي شيء قليل وندوز على الجسد ديالي أو نمسح فوق الملابس ديالي قليل من هاد الماء إذن الماء الرقية الشرعية مكنش اللي غادي يرقي نفسه إلا نفسه يخاصك ترقي نفسك وأنك تقرب إلى الله باستغفار والصلاة على الحبيب والذكر والصلاة إذن الحسد تعطيك طاقة ديال المرض هو مش مرض تتحسي بأنك مخنوقة اختناق كأنك عندك ضيقة أو عندك الحسسية إذن العين القوية دائما مسبولة دائما في الفراش دائما مريضة دائما يشدك مرض ويعودك مرض آخر تقدري تمشي للطبيب ما يكون حتى حاجة ما يكون عندك حتى حاجة كين الناس اللي تعرضوا الحسد الشديد والمرض ولكن منشو عن الطبيب داروا فحوصات كثيرة ولكن ما تصاب عندهم حتى حاجة تيكون نوع من الحسد والعين إذن العين القوية أعطيتكم في القناة كانت الشبا والحرمل كانت الشبا كانت البيض تختبروا نفسكم على أساس أنكم تعرفوا أشنو عندكم واش حسد والعين إذن غادي ناخدو التربة حمراء تكون تراب نقي شجرة تكون متمرة شجرة تكون إما الليمون وإما الحامض وإما الزيتون وإما أي فاكهة تراب أحمر تجيبه على أساس أنك تاخده من أي تراب من أي أرض تكون نظيفة من مكان فيه زراع أو مكان يكون فيه نبات يكون طيب إذن هاد تربة نظيفة جبنها من أرض فلاحية إذن خدوها على أساس أنكم هي بقى بالحجر حاولوا أنكم اتخذوا هاد تراب لأنكم غادي تطفو العين والحسد تحاولوا أنكم اتخذوا هاد تراب ديروا في مقيل بحلكة وغادي تحطيه فوق رأسك تحطيه فوق الرأس ديالك هذا ي secretary كلا أصحプ 7 مرات atif على التراب أية الك普 الثلزلة في الجسد سورة الزلزلة سورة الأخر الزلزلة كل عين حاقضة اللهم زلزل كل عين شامتة اللهم زلزل كل عين حاقضة اللهم زلزل كل عين شامتة اللهم زلزل كل العيون الحاقضة إن كان بعيدة أو كانت قريبة اللهم ترد عني الحسد وانتي تتحركي في الطراب هكا وتتقرأي اللهم زلزل انتي وخا ديرا في غراسك أنك تتقرأي تتحركي بأصابع تحطي راسك هكا وتديري هكا تقيت حركي إلى ما قدرت يجديرها أي إنسان آخر يقرأ عليك وينفت على الجسد ديالك وعلى يمينه وعلى اليسار وفي التراب في التراب أنك تقرأ هذه المعودتين مع صورة الكافرون مع أي الكرسي مع الفاتحة وانتزة نفتي على التراب التراب اللي غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي بحول الله تحطيه فوق البوطة قبل ما تحطيه فوق البوطة غادي تقرأي هذه باش أنك تردي العين وترديها والحسد ترديه إلى صاحب الحسد والعين غادي تقرأي أعود بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا أتقرأوها ثلاث مرات وغادي تطفئوا بها هات التراب اتحطوه فوق النار وتاخدوه واحد الغرفة أو أنكم معلقة خشب وغادي تبقاو أنكم تحركوا وتسخنوا في التراب تسخنوا درجة أنه يعطي الريحة غادي يعطي واحدة الريحة قوية وغادي إن شاء الله هات تقرأي عليها في الليل وتبيتها حدى راسك تبيتها إما تحت السرير وإما أنك تخليها في الغرفة معك غادي تسحب قاعد طاقة غادي يسحب قاعد طاقة اللي عندك في الغرفة أو تحت السرير أو المرض أو العين قريتي إليها وسليتي وحطيها تحت السرير على نية أنها تسحب لك طاقة سلبية دير العين والحسد والصباح غادي تحطيها فوق النار وتحركي بمعلقة خشب وغادي تحاولي تديرها تحت منك وتحيدي قاعد عقد تلبسي عباية أو جلباب فضفضة وتخلي داخل الملابس ديلك بدون لباس وغادي تأخذي الكأس الماء اللي قريتي إليه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا الله أكبر اللهم ابطل عنا جميع التوابع اللهم ابطل عنا جميع الحقد والعين والحسد ونقول الله أكبر ونخوي بعد ما سخن تحت ديك الرائحة دي التراب الأرض أو تراب جيب من تحت شجرة ومهم خدوا التراب الجيد المهم يكون أحمر غادي تخويوها تحت منكم هي سخونة وغادي يطلع معكم هدك يطلع معكم هدك البخار دي التراب مع القراءة غادي إن شاء الله تاخدوا الماء بحلكة الماء اللي غادي يطلع الفوق غادي يطلع الفوق غادي يدوزي على يدك وعلى الوجه ديالك والصدر فقط الوجه والصدر واليدين احتى الرجلين ديرو هاد المكون مع الماء تخرجوه خارج المنزل خارج المنزل غادي يطلعوه في مكان عاشب إذن الوصفة ديالي بينا والسلام عليكم حاولوا تخليوا لايك وتدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتابنوا بحول الله وخوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة